يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي اعمال القصف والغارات في قطاع غزة لليوم الثاني والاربعين بعد المائتين حيث استهدفت طائرات حربية اسرائيلية احياء في مدينة غزة ادت الى استشهاد ستة على الاقل فيما استشهد خمسة فلسطينيين في طول كارم ونابلس بالضفة الغربية المحتلة وانتشلت فجر اليوم جثامين ثلاثة مواطنين قضوا في استهداف طائرات حربية اسرائيلية منزلا بحي الدرج شرق مدينة غزة وافادت مصادر محلية باستهداف غارات اسرائيلية الاحياء الجنوبية من مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي كثيف كما شنت الطائرات الاسرائيلية غارات عنيفة على حي الصبر والزيتون بمدينة غزة ما اسفر عن اصابة عدد من المواطنين من بينهم اطفال ونساء في وقت سابق فجر اليوم قتل ثلاثة مواطنين وجرحة اخرون بقصف صاروخي من طائرة حربية اسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة غانم في بلوك عشرة بمخام البريج وسط قطاع غزة نقلوا الى مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع ترجمة نانسي قنقر